اهلا بكم في جولتنا الصحفية من برنامج صحفتكم نستعرض معكم فيها اهم اخبار صحف المحلية الصادرة لليوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر ديسمبر لعام 2018 ونبدأ جولتنا مع اهم العنوين ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي استهلت في اولى صفحتها قمة الرياض استكمال منظومة التكامل المالك دور رائد لخادم الحرمين بتعزيز العمل الخليجي المشترك في ثلاثة اوامر ملكية تعيين اعضاء الشورى والصالح رئيسا للمجلس ودعوة المجلسين للانعقاد في الثالث عشر من ديسمبر حمد بن محمد الفايبر يصل جميع المنازل ضمن الخطة الوطنية الرابعة هذا ولفتت صحيفة الايام الملك شارك في القمة الخليجية واكد على اهمية تجاوز التحديات ووحدة المصير الرفاع يتأهل لملاقات المحرق في نصف نهائي كأس الملك صحيفة اخبار الخليج ابرزت على صدر صفحتها الاولى في قرار لرئيس الوزراء السماح للتايلنديين بمزاولة تجارة التجزئة بنسبة 100% في مدينة التنين هيئة تنظيم الاتصالات اطلاق ترددات الجيل الخامس نهاية 2019 القمة الخليجية تشيد بنجاح الانتخابات في البحرين وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت رئيس الوزراء توجيه المال العام لخدمة الشعب سلمان بن ابراهيم ارث من النجاحات واخيرا المرباطي رئيسا لمجلس بلدي المحرق تناولت الصحف المحلية بشكل بارز اخبار القمة الخليجية التاسعة وثلاثين والتي عقدت يوم امس في الرياض صحفتكم افرد ملفا خاصا للاخبار التي تناولتها الصحف حول هذا الحدث الخليجي السنوي ومن صحيفة الايام نقرأ ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه شارك اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وذلك في قصر الدرعية هذا ولفتت صاحبات اخبار الخليج ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة اكد ان القمة تجسد وحدة الهدف والمصير المشترك التي تأتي انطلاقا من المسئولية الكبيرة والدور الحيوي الذي يقوم به مجلس التعاون على مختلف الاصعيدة نقلت صحيفة الوطن قول خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز في الجلسة الافتتاحية لقمة دول مجلس التعاون الخليجي ان القوى الارهابية لا تزال تهدد الامن الخليجية والعربية المشترك منبها الى مواصلة النظام الايراني في سياساته العدائية في رعاية تلك القوى والتدخل في شؤون الدول مشددا على ضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون الخليجي لفتت صحيفة اخبار الخليج ان المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اشاد بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها مملكة البحرين مؤكدا ان نجاح الانتخابات يؤكد التقدم والنجاح في النهج الذي تبناه عاهل البلاد المفدة في تعزيز المكتسبات السياسية وحماية المنجزات ودعم مسيرة التقدم والازدهار في المملكة ونقرأ من صحيفة الوطن ان اصحاب الجلالة والسمو قادة وملوك دول مجلس التعاون الخليجي اكدوا في ختام اعلان قمة الرياض على وحدة الصف الخليجي واستكمال اجراءات التكامل الاقتصادي ومنظومة الدفاع المشترك كما اتفقوا على ازالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمهوركي واصدار الانظمة التشريعية اللازمة لذلك بيانت صحيفة الوطن ان وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية الدكتور انوار جرغاش اكد ان قمة الرياض من انجح القمم الخليجية حيث ردت على مزاعم المشككين حول مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي والان ننتقل الى اخبار الصحف ونقرأ من صحيفة اخبار الخليج انه صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة امر ملكي بتعيين اعضاء مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الخامس كما صدر امر ملكي بتعيين علي بن صالح الصالح رئيسا للمجلس خلال السنوات الاربع القادمة نطالع من صحيفة اخبار الخليج ان المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تنظم مهرجانا زراعيا بالتعاون مع كل من مجموعة منك البحرين للتنمية ووكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة الاشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني وذلك يومي الاحد والاثنين السادس عشر والسبع عشر من ديسمبر الجاري في سوق المزارعين وإلى صحيفة الوطن ونقرأ أن القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي بهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ حمد بن محمد الخليفة كشف عن تقطية البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة لتقديم سرعات عالية وبأسعار تنافسية مؤكدا استعداد البحرين لطرح ترددات الجيل الخامس للشركات أواخر العام 2019 نشرت صحيفة الوطن أن الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى مملكة السويد أشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين في ازدياد منوها إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين المملكتين خلال العام الحالي داعيا لمزيد من التعاون والتبدل الاقتصادي والتجاري مستقبلا لما فيه منفعته البلدين احتفاءا بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة مقاليد الحكم نقرأ من صحيفة البلاد أنه برعاية محافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة تنطلق فعالياته وبرامج محافظة في منطقة الرفاع عصر اليوم الاثنين بالساحة المحاذية لقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح قالت صحيفة البلاد أن الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لدوي العزيمة افتتح مهرجان اليوم الوطني لرياضة دوي العزيمة والذي نظمه الاتحاد البحريني لرياضة دوي العزيمة وذلك تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني وأخيرا ننتقل إلى صحيفة الأيام حيث افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي فعاليات المعرض الزراعي التعليمي الثالث الذي ينظمه معهد البحريني للتدريب تحت شعار استدامة الزراعة استدامة الحياة سيستمر هذا المعرض حتى الـ 11 من ديسمبر الجاري ويستمر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا نشرت صحيفة الأيام أن رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ الدكتور راشد الهاجري قال إن الإدارة أقرت برنامجا دعويا تحت شعار حب الأوطان تضحية وعطاء مبينا أن حب الأوطان غريزة فطرية ومصلحة شرعية وحاجة ضرورية تتحقق بها الوحدة الوطنية والتعايش السلمي وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكركاتير إلا هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة الصحفية لهذا اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة